أعرف أنه هذا المسلسل هو تقريباً يعني أسميه المشروع الشخصي الإبراهيم الحساوي مع حفظ الألقاب اللي قضيت فيه سنين طويلة عطني بداية النشأة، بداية الفكرة، وشلون تكونت حتى ظهرت بالشكل اللي حنا شفناه في شهر رمضان هو النص كاتب الفنان مخضرم أيضاً من جيل المؤسسين في الأحساء للمسرح وحتى للدراما أيام الأسود والأبيض اللي هو الأستاذ حسن العبدي، فسلمني النص كان وقت اللي سلمني النص هو بعد أند عزوف عن الفن والدراما ومتجه للتجارة قرأت النص قرأت بخبرتي كممثل في هذا المجال وقال لي هو أيضاً سلمني النص كأمانة وكمنتج، فتحت مؤسسة إنتاج في الأحساء فقرأت بحس الممثل وأيضاً المنتج قرأت بصدق وقرأت بتمعن فلقيت أنه في خامة نص قابلة أنها تنتج وخصوصاً أنه البشت في الخليج كله مسقط رأسه في الأحساء فقلت هذا حلاص ينتج يعني استمر طبعاً النص جلس عندي سبع سنين، إلىين جاءت الفرصة؟ ومر على تقريباً عشر وزراء في التلفزيون السعودي إلىين جاء العادة وقت المناسب وانعرض، وكويس أن نعرض في هذا الوقت يعني في زمن الرؤية صحيح، المعلومة كانت دقيقة، النص استلمت في عام 2011؟ أي نعم 2011؟ نعم نحن في 2024، سنين ودنين نادراً ما يمر عمل بمثل هذا السكون الطويل المدى السبب كان سبب إنتاجي، ولا سبب أن تشتغلون عن النص، ولا سبب عندك أنت شخصي؟ سببين، إنتاجي، في الأول إنتاجي، أنه بعد هذا نص تراثي، والتراثي مكلف حتى أيضاً هو مر على منتجين قبلي، فقالوا مكلف العمل يعني بعض المنتجين يريد عمل جاهز، مدر، أنا لأن النص يمثلي بعده يمثلي بصفة شخصية كمنطقتي في الأحساو أو زي ما قلت لك البشت حساوي، مسقط رأسه، فما حبيت أفرط عن هذا، يعني في هذا المشروع قدمت، يعني أول ما استلمت السنة أولى تقريباً أو سنة ثاني قدمت للتلفزيون السعودي بس آلية التعميد ما يسمى التعميد تطول، طولت كثير يمكن بعد كل تأخيرة فيها خيرة، بالذات في هذا المسلسل التأخير كان في صالح المشروع أن خرج إلى النور في هذا الزمن، في هذا الوقت تحديداً يعني خطيرك لو عرض في فترة ماضية ما رح يأخذ هذا الحيز؟ أعتقد لو عرض في فترة ماضية يمكن بيمر يعني بيمر يعني حتى التنفيذ بيكون موم بهذا المستوى ما أعرف، لكن أعتقد أن هذا وقت المناسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر